كل رجالتنا في الفترة اللي جاي طيب نركز مع الخبر اللي جاي ده لانه هيبقى تريند خلال الساعات اللي جاية خاصة ان ابتدى الخبر ده ينتشر على بعض صفحات الكرة الافريقية والصفحات المواقع الافريقية قبل ما ادخل الحلقة شفت تفاصيل من حساب كورا بلاس بتتشاير على بعض صفحات الصحف والمواقع الافريقية بخصوص استمرار بيتسو موسيماني طيب تعالوا نتناول مع بعض اللي مكتوب حسب مصادر لكورا بلاس اشتراطات موسيماني تسببت في وقف المفوضات مصدر بالاهلي لكورا بلاس عدم تجديد عقد موسيماني ليس له علاقة بضغط المباريات لكن الامر متعلق بوجود اشتراطات من جانب المدرب لا تتماشى مع سياسة النادي الاهلي طيب نقرأ بقى التفاصيل خبر مع بعض عشان نشوف ايهي الاشتراطات التي لا تتماشى مع سياسة النادي الاهلي طيب بصوا جماعة مكتوب كده الاهلي قدم عرض الى بيتسو موسيماني الجميع تدولوا بشأن التجديد لموسيمين مع وضع موسم ثالث اضافي يفعل بموافقة الطرفين ولكن موسيماني من خلال الشركة المسؤولة عنه في ملف التعاقدات وضعت شروط تعجزية تماما لا تتطفق مع النظام المعمول به داخل الاهلي على مدار تاريخه في صعيد كرة القدر وواصل ملف تجديد موسيماني مؤلخ في الوقت الحالي لحين اشعار اخر والامر لن يحصم هو بما يتناسب مع سياسة الاهلي في هذا الامر المعروف دائما في ملف التعاقدات سواء مع اللاعبين او المدربين الامر لا يتعلق بالشروط المالية او الجزائية ولكنه مرتبط بامور اخرى ترتبط في المقام الاول باستراتيجية ادارة قطاع القرى لهذا الملف وفي ظل سعيال البحث عن المقام في المقام الاول والاخير عن مصلحة النادي ودعم فريق القرى بالشكل الذي يدفعه للحفاظ على مشواره في السيطرة على البطولات المحلية والقرية لسنوات قادمة هنا الخبر انتهى حد فهم سطر من اللي انا قلته في معنى ان هذا الامر مغلق بسبب ان في امور لا تتماشى مع السياسة النادي الاهلي انا ما قررتش ما شفتش يعني المصدر هنا على عهدت الكورة بلس بيتكلموا ان في مصدر قال لهم ان في امر لا يتماشى مع السياسة النادي الاهلي طب ايه هو الامر حتى عشان نحكم على مدى مصداقية المعلومة صحتها من عدمها مفيش كله كلام مرسل كلام في العموم والفكرة ان المفاوضات متوقفة لان فيه شروط معينة لا تتوفق مع السياسة الاهلي طب ايه الشروط مفيش يعني صلب الموضوع نفسه او المعلومة نفسها مش موجودة في متن الخبر يبقى الخبر هنا بالنسبالي لا شيء مفيش فيه اي تفاصيل مفيش فيه اي معلومة عشان اقول اذا كانت المعلومة صح او المعلومة غلط وفي النهاية بصوا جماعة عشان ايه نافل الملف ده طالما الاهلي ما اعلنش اي تفاصيل سواء بالاجاب او بالسلب يبقى كل اللي بيكتب ده عبارة عن اجتهدات صحفية ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة مش هد القرار او مش هد يعني التقييم طالما النادي الاهلي ما اعلنش الموقف الرسم وبالتالي نحن نتعامل مع الموقف الرسمي للنادي الاهلي بيتسو مسماني مكمل مع الاهلي حتى نهاية الموسم وفي رغبة من الطرفين للتجديد ولكن الفترة الحالية زي ما نشايفين كل 72 ساعة مباراة في التوقيت المناسب الاهلي اعلن كل التفاصيل والموقف الرسمي بالتجديد ان شاء الله وبالتأكيد يعني كلنا عارفين الراجل محقق كل الانجازات دي هل من المعقول انه ممكن حد يقوله لا مش هتكمل او الفترة الجاية ممكن يتقرب ايه اكيد غير منطقي لكن بالنسبة لي الخبر عنوانه وتفاصيله ما فيهاش اي معلومة او سطر بيتعلق بالسطر اللي مكتوب فيه انه لا يتماشى مع سياسة النادي الاهلي وانه راجل طالب شروط لا توافق او لا تتوافق مع استراتيجية النادي الاهلي للتجديد مع المدير الفن عموما هو خبر خلال الساعات القادمة وعلى مساء اليوم هتشوفوه متداول في العديد من الصحف الافريقية لان النهاردة شفته متداول قبل بداية الحلقة كان حبيت ان انا اوضح الجزئية دي لكل السادة المشاهدين عشان تبقى عارفة ان الخبر بتفاصيله ما فيهاش اي معلومة من العلوان اللي مكتوب على حساب كورا بلس اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا تفاصيل في بقى فقرات برنامج التريند